في ذاكرة التلفزيون المصري منذ بداياته أسماء لا تنسى تركت بصماتها ليس فقط على أعمال خالدة لكنها تركت لنا ذكريات رائعة عشنا معها ونتذكرها دائما بكل الحب والعرفان اليوم عندما يصادفنا عمل جميل عرضه التلفزيون المصري في الثمانينيات أو التسعينيات على سبيل المثال نتذكر بالحنين عصرا ذهبيا كاملا كانت تجتمع فيه العائلات حول شاشة التلفزيون وقبل عصر المنصات والسوشيال ميديا وأجهزة المحمول الشخصية وكان الاستمتاع بالأعمال التلفزيونية الرائعة موزعا على كل المصريين بدون استثناء وعبر مشوار الشاشة المصرية كانت هناك أعمال حملت بصمات الفكر والإبداع المصري في مجالات كثيرة ومنها مسلسلات الكارتون والفوازير ومقدمات الأعمال الدرامية التي كان يعشقها الجميع وطالما كان فن الكارتون المصري مصاحبا لأعمال جميلة وخالدة نتذكرها حتى الآن اليوم في حديثنا من مصر نستضيف مخرجة وفنانة مبدعة كبيرة طالما استمتعنا بأعمالها على الشاشة نسألها أين أفلام الرسوم المتحركة على الشاشة المصرية أين إبداعات فن الكاريكاتور وأين الفنانين والشباب من مبداعي هذا الفن الجميل عن إبداعات رسوم المتحركة وفن الكارتون المصري عن ثقافة الطفل وذاكرة الأجيال حديثنا اليوم من مصر